موسيقى طيب يلا منعيد من وحال ما وقفنا اخي المرة اوكي اصعب شي لما تفكر حالك انك انسان ما تروك مهمش واذ بثاني كل شي بينهار حتى بيتك يلي حطيت فيه احلامك وذكرياتك وطموحاتك راح تكسر وتبكر بس لما تكتشف انه الناس حوالك عم بيعيشوا معك اوجاعك بتهون فجأة بتحلل حياة وبتصير الناس واقفة حد بعضها وبيصير في حبيتك يوسف الناس انا تركتك عساس عم بجربي يعمل شي جديد شان تخبص يلا بشرفك عيد مظبوط صراحة راحل انا مش عم بحس بقى انه هيك انه النص بيشبه الشخصية مع اساس بدك توصل صوتك للناس وتخبرهم عن حياتك شو صار هلا انه ايه؟ هيدا الشي ما تغير بس انه انا بطلت ذات الشخص يلي كنت مبارح يوسف لك المسرحية بعض يومان وابدا مش وقت نغير بعدين بشرفك كيف تهيك فجأة غيرت رأيك وبياط الدني بوجك شو؟ كنت مفكر انه اللي عم نعيشه مثل هالمسرحية راح يجي نهاروه يخلص بس انه قليلي شو صلنا عيشين من سنة لها لا كل ما نفكر انه الوضع راح يزبط بيجي شي وبيحرق دين الدنيا فاهك قررت كون مبسوط انه قررت سامح حالي انه ما متت سامح حالي انه جمت بأرضي وما قدرت تساعد الولد من تحت الحجر حتى انه قررت انه اخفر له لا انت واضع انك مش مبسوط كل اللي قلته بمال وهيدي قصي انه اخفر له المال تاني لا لا انت اقوع بتجنق واخد شي اخفر له مش انه ما راح يتحاسى بقى واتبا بس هيدا الحقد اللي بيعزبك من شو انه خلص ما بدي وما بدي اسمحوا يعزبوني بقى انا كمان قررت كون مبسوطة فقررت فل انه هون يبطل عنده طموح على القليل بره بيحترموك في قانون في نظام هون قرفت حيس اذا ما بفل اكيد بموت بموت ايه انه تخيل ان حقدي عبي كيف ما عطينا جنسيته التاني ان احنا وصغار بفهمي انا حقدت كتير عبي واخواتي اخواتك ايه انا وصغير عائلتي تخلوا عني وحلفت انه ما بقى اشوف حدا منه من كل حياتي وقز بيخدني بابا ربيع وبربينا حلو انه فرجانة انه في اشي غير الحقد حسة بالحياة وكتير ساعدني انه ارجح سنحن عكبر فبحس بسبب كل هالقصة ما في بقى فيلم انه شو رأيك تقومي لنكملها مسرحية قبل ما تسافره ايه بس ولا شي اللي قلت اللي يغير لرأيك ايه بس ما قلت شي كان هدفه يغير لك رأيك يلا منعيد منعيد من الاول ايا نص منعامل موسيقى 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 اشتركوا في القناة